عند الإشارة تكون الساعة بطبيعة خارج التلفزة التونسية لكن بشيكون معنا في بث مباشر هو أيضا اليوم بش نرجع على أحداث الأسبوع أهم الأحداث السياسية الاقتصادية وأيضا الثقافية والعنوان الأول في حصة اليوم نرجع على أهم الأحداث الأسبوع الإرهاب يتحرك مرة أخرى في الجبال وقوات الحرس الوطني ترد بقوة هذا العنوان الأول وأهم الخبر اللي بش نرجع عليه بطبيعة في برنامج بتوقيت تونس نمشي والتونس تحتفل أيضا بالذكرى 63 ليعيد الاستقلال وخطب رئاسي لا يخلو من الرسائل هذا العنوان الثاني الأبرز أيضا اللي بش نرجع عليه في عودة على الحدث لليوم نمشي للعنوان الموالي اللي بش نتناولوه في حصتنا لليوم بتوقيت تونس وأهم الأخبار بش نتناولوها تونس تحتفل بالذكرى 63 هذي العنوان الثاني ولجنة التحقيق في وفاة الخمسة عشر وليد إلى حد الآن دون النتائج واليوم حوار تشاركي حول قطاع الصحة العمومية والحكومة ستتخذ إجراءات بحضور 400 مهني من القطاع نمر للعنوان الموالي والعنوان الثالث تونس عاصمة للثقافة الإسلامية في سنة 2019 وفي الاقتصاد مهني وقطاع المسوغ يطالبون بإصلاحات لتحسين نشاطهم هذه أبرز العنوان في الثقافة نستضيف الفنانة الشابة مجدة معاوي نحكي معها على كليبها جديد في ركن الثقافة وهو الركن الأخير هذه أبرز المحاور التي نتناولها اليوم في برنامج بتوقيت تونس أخذوا معنا في المتابعة بطبيعة معنا شايمة شايمة مرحبا بيك في الكرونيك اليوم معنا باش نحاول نعمل حوصلة لأهم الأحداث ونرجو على الأحداث التي عشتها تونس على امتداد الأسبوع مرحبا شايمة عسلمة فاتمة مرحبا سيوسف مرحبا بجنود الخفاء اللي يأمنوننا في اللقاء هذية وان شاء الله بان كوراج تونرجو تونرجو على أهم الأحداث معك زيدا يوسف لوسلتي عود على الأحداث اليوم في الكرونيك باش نحاولو نحلو كل الأخبار اللي أعلن عليهم في السماغ من الأول يوسف مرحبا أهلا بيك تحية ليك فاتمة وتحية أيضا شي مواكافة الزملاء تعودنا بيك في فقرة الاقتصاد ولكن اليوم أنت مقدمة رئيسية مرحبا بيك نعوذو مكي اليوم لمتواجد هو أيضا بيش ناخدوه معانا إن شاء الله في المباشر إذا كان سمحت الفرصة بطبيعة بيش نبدأوا بأبرز العنوين وأول تقرير بيش نمروه من خلال هذا الروبرتاج المصور تقرير يرجع على أهم أحداث الأسبوع نشوفوا مع بعضنا ثم نرجعوا للنقاش الأسبوع هذا أشهد العديد من الأحداث أبرزها عودة الإرهاب إلى التحرك في الشبال البداية كانت مع اختطاف ستة مواطنين واحتجازهم من قبل مجموعة مسلحة في الوقت اللي كانوا فيه يرعوا في الأغنام داخل المنطقة العسكرية المغلقة بجبل المغينة وتم اطلق صراحهم فيما بعد 20 مارس 2019 الذكرى 63 لحيد الاستقلال قوات الحارس الوطني ترد بالقضاء على ثلاثة إرهابيين خطيرين ينتميوا إلى كتيبة جند الخلافة الموالية لتنظيم داعش الإرهابي في عملية استباقية بالمنطقة العسكرية المغلقة جبل السلوم المجموعة الإرهابية اللي تم القضاء عليها شركة في قتل العسكر سعيد الغزلاني وشقيقه خالد الغزلاني وشقيقين مبروك وخليفة السلطاني وشهيد جبل المغيلة محمد لخضر المخلوفي في الذكرى 63 لعيد الاستقلال رئيس الجمهورية البنجي قيد السبسي يلقي كلمة وجه فيها رسائل إلى حركة النهضة ورئيس الحكومة يوسف الشهد رئيس الجمهورية قال أن السلطة في البلاد أصبحت بيد رئيس الحكومة بتوافق مع حركة النهضة وشدد على أن تقاسم السلطة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يحصل في تونس وفي إشارة إلى موقف حركة النهضة من مبدأ المساواة في الميراث قال باجي قيد السبسي أن الأحزاب اللي ترى أن الدستور يتضمن مرجعية دينية هي حرة في موقفها وبين أن فصول الدستور آمرة وهي تأكد على قيام الدولة بدورها في تفعيل المساواة بين المواطنين أسبوع لم يخلو أيضا من الأحداث السياسية والحدث الأبرز كان الاختلاف داخل الجبهة الشعبية حول مرشحها الرئاسي والتصور للعمل السياسي الجدل كان أثار حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد بعد اقتراح منجر رحوي مرشحا للانتخابات الرئاسية عن الجبهة نهاية الأسبوع كان مع الافتتاح الرسمي لتظاهر التونس عاصمة للثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية لسنة 2019 بحضور وزراء الثقافة في الدول الإسلامية ومجموعة من الوفود الرسمية الممثلة للدول الإسلامية وممثلين البعثات الدجموماسية المعتمدين في تونس وممثلين عن المنظمات الدولية نرجع البلاتو بتوقيت تونس سيد المشاهدين أيضا نجمو يتواصلوا معنا عبر الصفحة الرسمية للبرنامج عبر الصفحة الفيسبوك بتوقيت تونس سواء كان بالعربية أو بالفرنسية تكتبوها بش نرجعو على أبرز الأحداث اللي شفتوها في التقرير لكن السؤال بش يكون مواجه ليك شايمة وأيضا ليك يوسف حول أبرز وأهم حدث شغلك الأسبوع هذي شايمة لحقيقة برشا أحداث أهمها معناتها الانتصارات للحرس الوطني خاصة معناها بعد تمكنهم من القضاء على أمير كتيبة جنة الخلافة وهذا انتصار معناتها يقعد مشهود أيضا الخلافات كيفما كان موجود في التقرير في الجبهة الشعبية معناتها نتابعوها بكل انتباه والعديد العديد معناتها من الأحداث السياسية تحديدنا في البلد باش نرجعو لهم بالتفصيل ونحاولوا أنه نفتحوا النقاش لهنا في البلاتو ونحاولوا أيضا نتعمقوا فيهم يوسف شو أبرز حدث شغلك الأسبوع هذي من بين الأخبار زيدا اللي تناولناهم وعديناهم في التقرير هما تقريبا الأخبار اللي ذكرتهم شايمة هما تقريبا اللي شغلوا الرأي العام لتحليلهم هذا يطلب طبعا تحليلهم والنظر فيهم وفي أبعاد كثيرة لثلاثة أحداث على الأقل مهمة واضح واضح احنا باش نرجعو على الحدث وباش نشوفو عنوان بارز اليوم نرجع عليه اللي هو عودة تحرك الإرهابيين في الجبال تم اختطاف ستة مواطنين اللي كانوا يرعاوا في الغنم تم اختطافهم من قبل إرهابيين وسرعان ما تم إخلاء سبيلهم وفي رد معناتها من قوات الحرس الوطني اللي قاموا بسحق ثلاث إرهابيين يعني في الفترة هذه كبذات شنو ردك يعني شنو تقييمك للإصار هذي خلينا نبدأوا به لحقيقة فاتما فما حدث يجبنا نقولو هو تجرأ معناها هؤلاء الإرهابيين على استفزازنا عندما نشروا صور لهم وهم في الجبال يتناولون لذيذ الطعام يلبسون جميلة سياب معناها كأنهم يريدون أن يرسلوا لنا رسائل أننا متفوقين فجاء الرد من الحرس الوطني معنتها اللي فخر لنا لأنه بالحق المرة هذية وفي عديد من المرة تستيبقى عملية استباقية ناجحة جدا معناها قضاوا على أمير الجند الخليفة اللي هي تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وزوز من المقاتلين الأشراس الأشراس والمجرمين الخاترين اللي تابعينها تنظيم هذية اللي هما كنوا متسبين في العديد معنتها من المقاسي والخسائر لنا أبديها معناها من مبروك وخوها سلطاني ربي يرحمهم وصولا لعملية الاحتطاب والهجوم على البنك في القسرين وصولا إلى معنتها حتى عملية الراعي الأخير معنتها محمد لخزر المخلوفي هو عديد الملاحظين الشيما حذروا من كون الوضع الآن حساس جدا وممكن عودة الإرهاب اللي يضرب قاعد بقوة في الفترة هذه هذيك عليش ثم عميد أيضا متقاعد من الجيش الوطني موسى الخلفي اللي في ندوة صحفية في العاصمة نهارة الخميس 21 مارس حذر من عودة الخطر الإرهابي في تونس والمغرب العربي في ظل استعداد كل من تونس والجزائر لمحطات انتخابية مرتقبة بالتوازي مع تنامي التجارة الموازية والتهريب والفساد وعودة الدواعش من بؤر التوتر يوسف سؤالي ليك هو الحقيقة كي نسمع أخبار كيما هذه ساعت الناس تقول لك ليه معناتها الإرهاب فزاعة لكن ظهر بالكاشف أنه ماهوش فزاعة وفي محطات يعني هامة من خاصة المحطات السياسية اللي تعيشها تونس خاصة الوقت اللي تعيش اضطراب سياسي نوعا ما نلقاو الإرهاب يعود ليتحرك شنو وراك؟ نعم هو أشوف التصريح هذا مهم برشا لأني في الحقيقة أنا كنت أتحدث في هذا المعنى اليوم رفع درجة تأهب لمحاربة الإرهاب وللحرب على الإرهاب رفع درجة تأهب مطلوبة ومطلوبة جدا اليوم الفترة اللي نعيش فيها حساسة تتميز على الأقل بالتالي أولا من الزاوية النظرية هذه المجموعات تركز على شمال إفريقيا في قراءاتها في أدبياتها هي تضع نصب عينها نشأت ذراع للخلافة الإسلامية وللدولة الإسلامية في شمال إفريقيا وهذا بعد ما فشلت في إقامة ذراع أولى في اليمن ونعرف الأوضاع في اليمن وكذلك بعد ما فشلت تماما في سوريا وكان هدفها الأساسي هو إقامة دولة الخلافة الرئيسية مع أذرع لهذه الخلافة في اليمن بالأساس فشل هذا المشروع وسقط في الماء نتيجة للأوضاع اللي نعرفها الآن توجهت رؤية هؤلاء إلى شمال إفريقيا من مالي من شمال مالي إلى الآن بلداننا في شمال إفريقيا تعيش أوضاع مخصوصة ومخصوصة جدا نعرف الوضع في ليبيا نعرف الوضع كذلك في الجزائر الجزائر اللي رغم حالة اليقظة الموجودة ورغم قوة الجيش الجزائري ولكن الجزائر الآن في وضع اللي مهتمة بوضعها الداخلي أكثر من اهتمامها ربما بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة برمتها هذا عليش هذه المجموعة من الزاوية النظرية تركز على شمال إفريقيا من الزاوية العملية مجموعات كثيرة تعد بالألاف عادت من بؤر التوتر بعدما انحسرت تماما نعرفه في البغوز وفي غيرها من المناطق الأخرى معناها تقريبا لم يعد لهذه المجموعات موطع قدم في أشام هي تتوجه إلى ليبيا هي تتوجه إلى الصحراء الكبرى إلى مالي تتوجه كذلك إلى الحدود التونسية الجزائرية وكلما وجدت أماكن يمكن أن تكون مالذات آمنة لها إلا وتواجدت ثم نسبة من التونسيين يوسف ما همشوا مصدقين اللي ثم خطر إرهابي حقيقي وقعد يتحرك علش يقول لك وقت اللي تصير أزمة سياسية في البلاد الإرهاب يتحرك هل أنه الإرهاب صناعة قعدت تتحرك يعني خلق نوعا ما من الزعزع السياسية هو في أدبيات معنتها معنتها التنظيمات الإرهابية والتنظيمات المترفة أنها تستغل الأوضاع السياسية الهشة في أي مكان كان معنتها في كل ما يكون فما اهتزي السياسي أو فما معنتها عدم استقرار أو فما تنحر سياسي ما هو ما يستغلوا الفرصة يا إما معنتها بشيقوموا بالعملية هذوما ولا حتى بشقن عراو المواطنين بمعنتها أفكارهم ومعنتها محاملهم الفكرية وغيرها يعني الخطر الإرهابي موجود أكيد هذا موجود في العالم الكل مش في تونس فقط ولكن تونس عندها تحدي متع أنها تنجح الانتقال الديمقراطي أنه كان عندنا معناها العديد من المحطات اللي نحن معنتها انتصرنا فيهم على الإرهاب الإرهاب يرا في تونس معناها منطقة هو يحقد علينا لأننا انتصرنا عليه فعليا وبالمواطنين ما ننسيوش بنجردين ما ننسيوش العديد من المحطات اللي التحم فيها معنتها المواطنين وعاضد معنتها جهود الجيش التونسي وكل أجهزة معنتها أجهزة الأمن في أنه معنتها يقضي على الإرهاب هذي شكرا لك شايمة أنا زيدا نحب نترحم ونعود نترحم من جديد على شهداء تونس لكل ضحايا الإرهاب وإن شاء الله دائما نعملوا على قوات الحرس الوطني الجيش وأمن أيضا بش يكونوا دائما بالمرصاد لهكذا تحركات خاصة بش نمشيوا لخبر آخر يعني لا يقل حزن لأنه اليوم خبر رحزين في جندوبة مرة أخرى وفاة رضيع في المستشفى الجهوي بجندوبة الرضيع هذه على أثر عملية قيصرية أجريت للأم يعني توفى على إثرها يعني تقريبا بعد أربعة ساعات حوالي أربعة ساعات وزارة الصحة يعني بعثت زوز متفقدين باش يقفوا على ملابسات خاصة وفاة الرضيع هذه اللي قالوا أنه تقريبا الأربع ساعات يحاولوا يعملوا له في عملية الإنعاش لكن معناتها ما تمكنوش من الإنقاذ متاعه هل أنه ثم مشكلة اليوم في الصحة العمومية ككل قلنا ثم مشكلة وقفنا على إثرها لكن قسم التوليد اليوم ثم برشة يعني أمهات ولا تتخاف أنه بيش تمشي المستشفى وتولد فيه أحنا ما نحبوش الأحساس هذية يوصلهم لأنه تونس كانت رائدة في مجال الصحة العمومية وأغلبية معناتها ساكنت تولد في المستشفيات لكن يوم ثم حقيقة نقص التجهيزات نقص يعني الخدمات الصحية في القطاع هذه شو تعليقك يوسف على الإخبار هذه أنا نحب نثمن على ما ذكرته معناها فاطمة في أنه ما يزمش التشكيك رغم هذه الظروف الصعبة يزمش التشكيك في منظومة الصحة العمومية متاعنا وفي كفاءة إطارات طبية متاعنا وشبهة طبية ما ينساوش وأنه أقسام التوليد اللي الآن معناها تقريبا الانتقادات تنهيل عليها من كل حد بنواصوب كما يقال الأقسام هذه هي اللي عملت التنظيم العائلي هي اللي عملت الصحة الإنجابية لو كان ما جاتش هذه الأقسام بلادنا أحنا ما نشر اليوم 11 مليون قررنا ربما أكثر من 22 مليون أحنا في فترة من الفترات كنا أحنا وسوريا تقريبا وقت اللي انتلقى برنامج التنظيم العائلي كنا أحنا وسوريا تقريبا في نفس التعداد السكاني الآن سوريا في تقريبا في 20 مليون أحنا فقط 11 مليون وهذا مهم جدا برنامج الصحة الإنجابية اللي أشرف تعليه هذه المستشفيات اللي اليوم فيها فيها إشكالية بالتأكيد لكن هذه الإشكالية يزم تبقى في نهاية الأمر إشكالية ظرفية لأن الحلول لابد من إيجادها نحن نرجع فيما بعد إلى الندوة اللي نظمتها اليوم لتم تنظيمها وهذا النقاش العام الذي صار اليوم في مدينة الثقافة حول موضوع الصحة ولكن نرجع بصورة خاصة إلى مستشفى جندوبة القضية ليس في قسم الولادات بمستشفى جندوبة القضية في مستشفى جندوبة بأكمله أنا استمعت منذ تقريباً أربعة أو خمسة أيام إلى تصريح السيد المدير مستشفى جندوبة هذا الرجل يعمل بدون حتى توفر حتى إمكانيات أدنى المستلزمات الصحية اللي يجب أن تتوفر الإسبتار ما هيش موجودة الرجل ما عنده حتى دواء ما عندوش حتى معناها مستلزمات الجراحة وغير الجراحة ما يعملش في جراحة أصلاً هذا مستشفى كيف وكيف المستودع البلدي منتاع جندوبة كيف كيف القاصم المشترك بينهما هم أنهم لا يؤدياني وظيفة طبية لأن المستودع حينما يذهب المرأة المستودع لا يجب أن تضع سيارة إنه يجب أن تعمل أي شيء أخرى إلا أنك تداوي مستشفى جندوبة وأنا قلت في إذاعة شمس قلت هذا مستشفى منكوب وهذه منطقة منكوبة طبياً مستشفى جامعة في جندوبة يعني مستشفى اللي يستقطب كل القرى متاع جندوبة كالقرى النائية كالمواطنين البسطاء اللي ما عندهمش إمكانيات مادية هذوكم ناس عبادنا وناسنا هذوكم ما ينجموش يمشيوا للكلينيكات وما ينجموش يمشيوا للتداوي على كالم الخاص اليوم في مدينة الثقافة يوسف تم تنظيم حوار تشاركي تحت إشرف رئاسة الحكومة اللي من المنتظر أنه تعلن على عدة إجراءات تم قطاع الصحة العمومية بتواجد أكثر من 400 مهني من القطاع باش يدرسوا وضعية الصحة العمومية ويدرسوا شنوى الإجراءات العاجلة اللي يمكنهم يتخذوها من خلال هذا الحوار التشاركي هل أنه حوار كما اللي بش يسير اليوم على الصحة العمومية هل أنهم يحطوا على الطاولة الملفات الحارقة اللي ما تنتظرش المستشفيات اللي في الجهات اللي قاعدة بالحق تعاني الأمرين هل أنه مهم جدا أنه يتم تنظيم حوار تشاركي بالمهنيين من القطاع باش يحاولوا أنه يلقوا إجراءات عاجلة قاعدة نشوفه في الصور من الندوة اللي انعقدت اليوم في مدينة الثقافة تعليقك يوسف بعد نجيك شيئ ما أيضا مع أنت في المجهد طبعا كلنا نعرف أن الصحة العمومية مريضة بتقريبا وكلينيكيا وضعيتها حارجة وصعبة جدا وتحتاج إلى إجراءات هذه الندوة بالتأكيد مهمة إذا ما ترح هذا الموضوع للنقاش العام بمشاركة المهنيين بمشاركة العمادة بمشاركة مدرية المستشفيات اللي يعرفوا ورؤساء الأقسام اللي يعرفوا بصورة دقيقة ما هي إشكالية الوزارة الصحة اليوم لكن ثم عنوين واضحين وبارزين العنوان الأول هو ما يتعلقش ربما بهم يتعلق بقرارات الحكومة هو ما يتعلق بالبرلمان إذا ميزانية الصحة هي قد تقريبا وزارات بسيطة كما وزارة شوندينية مثلا تعرف وزارة شوندينية وزانيتها وميزانيتها أكبر من وزارة الصحة وزارة الصحة اللي هي مطالبة باش تداوي التوانسة إذا ما نتصوروا ما معناها التداوي وتكاليف التكاليف العالية لعملية التداوي من أعلى ما ينجم يكون هو أنك تداوي أشعب تداوي يعني توفر الإسكانار توفر الأدوات الطبية توفر الأدوية توفر مستلزمات العمليات معناها تقوم طبعا بتكاليف عالية وعالية جدا ومع ذلك فإن الميزانية ضعيفة وضعيفة جدا العنوان الأول هو الميزانية ولا بد من مراجعتها فمع عنوان أخرى بطبيعة حال لعملية الإصلاح هذه نعرش إحنا سنناقشها بما بعد إذا كان بش ناقشها ربما أنا حبيت نسأل شي ما يعني انتظاراتك اليوم واقع الصحة العمومية قاعدين نشوفوا فيه الناس الكل انتظاراتك من يعني ندوات كي ما تصير حوارات تشاركية شنوها تنتظر كيف كنتي زادة مواطنة تونسية اللي عندك تقييمك للمسألة هو الحقيقة فاتمة اللي جراء معنتها في حادثة وفاة الولدين واللي اسمعناه في بعض المستشفيات الجهوية واللي جراء في قسم طب القلب في جندوبة والحادثة اللي انت حكيت عليها قبلها الكلها حاجات خليتنا مش نفيقون نحن ديما فيقين اللي فما مشكلة في قطاع الصحة وقطاع الصحة مش مستشفيات الجهوية فقط منكوبة كي ما قال سيوسف ولكن القطاع ككل هو منكوب لأنه مجردش عليه إصلاحات حقيقية قدش من تقارير في هيئة مكافحة الفساد قدش من تقارير محكمة المحاسبات الكل هم يقولوا هاو هوني إليالي فاي إبخسون بوش حتى واحد ما تحرك من بعد الثورة التوى أثناشن وزير متاع صحة مش معناه راني كنقول من بعد الثورة معناه قبل الثورة كان القطاع معناها به لكن فيه في سوفخانس وفيه برشة إخلاصة وكل شيء ولكن الثورة ما يجبت الشفافية الشفافية أنا قاعدين نشوفوا في الحاجات معناه حتى حاجة ما تتخبأ فما مؤشرات راهوا من المؤشرات متاع أنه البلاد هذية فيها جودة الحياة ولأنها تتمي معنتها الدول المعاينين هي قطاع الصحة معناها نسبة الحياة بعد الولادة مؤشر كم طبيب معناها في السكين وغيرها هذو من كل مؤشرات يجب الدولة جيمة تحينهم وجيمة تحطهم نسبة أعينها لأنهم مربوطين حتى باقتصاد البلاد ومربوطين حتى بعلاقاتنا الدولية ومربوطين حتى بقروض تتقاس بالصحة والتعليم فعلا معناها برنامج جودة الحياة اللي تونس مسحة عليها مع الأمم المتحدة ومع غيرها من الجهات المانحة معناها فيه إصلاحات متاع الصحة اللي نحن ما شفنا هاش اليوم نسمع في رئيس الحكومة يتحدث معنتها على يقول من هون إلى 2030 إن شاء الله يتحسن قبلت معه معناها قطاع الصحة ولكن توا يجبنا نقوموا بإجراءات عاجلة أهم إجراء معنتها حسب برأينا المتواضع أنه يا أخويا خرجتوا أربعلاف من 2016 لليوم أربعلاف إطار طبي خرجوا لم يقع تعويضهم أقلوا هاي الدولة اليوم تتحمل مسؤوليتها وترجع معناها تعوضهم اللي خرجوا البرة واللي خرجوا للتقاعد الميزانية المرصودة للقطاع الصحة مش حتى ميزانية قطلك فما أربعلاف معناها إطار كانوا يبشروا في قطاع الصحة وما عادش موجودين في أجل كنة وتعرف زيد أشايم على كل مية إطار يعني يعوضوا واحد أكيد ولكن نحن تواعنا نقص على أقل هذية الواضح ولي خلو علي جيت رسمي أربعلاف إطار ماهمش شوية بإضافة يعني النقص الحاصل في قطاع الصحة النجمو نحلو المشكل قلت لك شي بيش نحلو المشكل كمبليت ما على أقل نسدوا الفراخ في الإطارات وبعد تجهيزات قدش من في بطار يقول لك ما فهم مش تجهيز قدش من إنسان يموت في مستشفيات مثلا ماشي لسكانير مثلا ماشي ليرام وإلا موجود وما يعرفوش يخدموا عليه هذا هو ده ده نقول لك حتى المشرعين مجلس النواب كما كان يحكي سي يوسف معنتها لحقيقة هاي ونلجنة الصحة شا عملت شا عملت زارتش بربي مستشفيات عكاية كانش نشوفوهم معناها وقت الأزمات يمشيوا ويتكلموا ويقولوا أهم حاجة عملوها بربي فيها في هالحكاية الأخرى متاع الولدين حابوا يدخلوا للجنة يحبوا يسيسوها معناها وريني أنت كم مشرع شني عملت ويني أعمل ميزانية خاصة طالب الحكومة أنها تصلح طالب الحكومة أنها تشري ماتريال للجهات للمستشفيات تعطيني حاجة ملموسة معناتها ما تقودش تنظر لي وتقول لي هكا وهكا 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 وهاني بش ندخل لجنة معناتها التحقيق ما تدخليش لجنة التحقيق أنت سياسي ما تنجمش تدخل لها معناتها يوسف الحوارات التشاركية نبع نفس سؤال باش نعود نسأله لك لكن بطريقة أخرى اليوم ثم أربعمائة مهنية من القطاع ثم أطباء ثم إداريين ثم أيضا مجتمع مدني ومنظمات كما الأطباء الشبان اللي حاضرين أيضا في الحوار التشاركي هذا يعني جمحهم الكل في طاولة واحدة باش ينظروا وباش يعطيوا زادهما حلول للخروج معناتها من الوضع الموجود في قطاع الصحة العمومية اليوم هل تعتبروا خطوة إيجابية نحو الأمام؟ هو طبعا كل حوار هو خطوة إيجابية خاصة وأنه إذا كان هذا الحوار عقب أزمة سمعني كيف يش فاتمة؟ يعني قتل كل حوار هو خطوة إيجابية لكن لكن أي طبعا لكن لكن لابد من تتوفر الإرادة السياسية نحن عناوين إصلاح المنظومة الصحية واضحة عبرت عليها سواء كان نقابة عبر عليها الأطباء الشبان ونحن سمعناها حتى في برنامجنا هذا عبرت عليها نقابة الصحة أيضا عملت الصحة في كثير من المناسبات عبرت عليها أيضا الأطباء وصياد أيضا وعناوينها معروفة أحنا ذكرنا قضية الميزانية الميزانية المرسودة للمستشفيات ومنعنش قداش وعشرات المستشفيات الجامعية يزمن تتصوروا شمعناها كل الميزانية المرسودة للتجهيز في مختلف هذه المستشفيات هي 454 ألف قربعة وخمسين مليار لكن كنت تذكر معايا يوسف مع أنت على متداد الثورة مع أنت على متداد تسعة سنوات تونس طلقت برشة دعم مالي ومادي من قبل منظمات من الخارج ثم برشة أجهزة متع سكانارات مع أنت جاء وتحطوا في مستشفيات في الجهات ثم لياريم زادة ثم مع أنتها سيارات الأسعاف غير كيف غير كيف بتأكيد فما واحد ولكن أنا نتحدث على الميزانية خلينا بالتأكيد فما هذا ولكن ما نحصره طالما أنه ما تماش ترقام وما تماش واحد ولكن أنا نقولك أنه الميزانية المرسودة لوزارة الصحة هي ميزانية ضعيفة وقتل المخصين 54 مليار للتجهيز يجب أن نعرف ماذا معناها 54 مليار هذه هي مجيش شراسمين متاع شركة تصنع في الشوكوتو ولا تصنع في البسكويت البسيط معناه موش على مركة الشوكوتو ولكن يجب أن نفهم ماذا معناها هذا الرقم الهزيل هذا ضحك على ذوقون التوانسة كيف نعطيوهم 4 مليار مش نقولهم مش ندويكم 54 مليار حق ثلاثة سكانارات معناه نفهمه هذا في مقابل ذلك سمحني بش نحلل معاك أكثر علش يتم رصد أقل ميزانية يعني للقطاع الصحة العمومية لأننا متهولين بالصحة احنا عنا الأرقان طوال اللي قالتو شي ما مهم جدا يعني يجبنا نحسبه قداش عنا معناه على كل ألف مواطن قداش ثم من طبيب قداش فهمها في اختصاص كده قداش تدخل في إطار جودة الحياة قداش عنا من مدرب في الرياضة قداش عنا من طبيب على كل كذا قداش معاك هذه تدخل في النقطة الثانية باش تعرف أنا كي نقولك القضية الثانية هي قضية الحوكمة الهوكمة وقت اللي قلنا احنا التوانس مو مش ندووهم ندووهم باربع وخمسين مليار عايز يدي أخوذ عندك جميع عش مخاصين للسفرات والرحلات سوء التصرف والرحلات شخصين في وزارة الصحة مخاصين واحدة وسبعين او اثنين وسبعين مليار أذو ما عاملين له معنوان آخر فهمتني ولكن هو عاملين له معنوان وهو التأطير يعني موكبة الندوات والسفرات وإلى آخرين ثم مسؤولين في وزارة الصحة ما يعيشوش في تونس يعيشوا في الطيرات وحقيبهم معهم وما من موت مر موت مر وإلى آخرين واليوم هو الصحة على ما هي عليه الآن هذا العنوان الثاني هو نقص الحوكمة يعني وين رينا في الدنيا هذه يفترض أنه وضع في تونس وضع متاع الصحة صعيب كما هو الآن نمنع تماما لمدة سنة الصفرات الخارج ونمنع كل ما نراه غير ضروري الكسترال كله نح показыв balloon يعني كنكت فيه كان بما مثلا نقش نبقى على حاجة واحدة مثلا حضور طبيب لإجراء عملية جراحية بتقنيات جديدة مثلا من قل بحجم النوع هذا أما أحنا معناها كما يقال ح 快 في به أمثلاتنا العامية لنحبش نذكرها ولكن سقينا نحل في مكان نظيف يوصل مش بعيد برشا على الصحة وعلى الطفولة منظمة اليونسيف أيضا تخرج بلاغ يعبر على انشغالها الشديد إذا عديد الانتهاكات اللي حدثت مؤخرا في حق الطفولة في تونس وداعية إلى تعبئة الجهود من أجل حماية حقوق الأطفال في تونس اليوم زاد منظمات دولية قاعدة تتحرك قاعدة تندد واقع الطفولة في تونس صحيح ما هوش وردي برشا في الفترة هذه ما نعرش يعني انتباعاتك شايمة على البيان هذية اللي يصدر من قبل منظمة عالمية أكيد العالم الكل قاعد يتبع فينا من المصيبة اللي حصلت لأطفالنا في محتشد رجيب مرورا بمستشفى معنتها الرابطة مرورا بالانتهاك الجنسي في مدرسة صفيقص وصولا إلى العديد من الانتهاكات الأخرى أكيد بيش تكون منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف معناها متقلقة على وضع الطفولة في تونس وترصد الانتهاكات هذية عليش هذية لأنه حتى أجهزتنا نحن المسؤولة على الطفولة ما عملتش حاجة كبيرة به هيا هاو في الحكاية متعرقية وهاو عملوا تأثير النفسي وبعض خذينا الاربع وعشرين طفول اللي لقينيهم قد يدينا ورجعنيهم للمكتب والاخرين نخليوهم معناها في الغاديكاليزاسيون ونخليوهم معنتها البيئة معنتها الصعيبة وبيئة معنتها تنجم تغذي فيه العنف شنون نعملو اليونسيف مدام اتكلمت على خاطر نحن ما عانيش إطار مهم يحمي الطفولة هل هناك مشكلة اتصالي أيضا للترويج لأنه اليوم يعني الأخبار السودوية القاتمة قاعدة تخرج وتنتشر بكثيفة لكن الحاجات البيئة هذا وايقع للطفولة مش موجودة شنين هي الحاجة البيئة اللي عملناها للطفولة أنه نحن ألغينا معنتها احتفالي تعيد الطفولة هذي حاجة بي عملناها للطفولة أحكي لي أنت شنو عملنا للطفولة قل لي كان عندك حاجة معناها بي قل تعليقك يوسف شوف أحنا المنظومة القانونية جاهزة عندنا وجيدة وليست هناك أشكالية الطفل قانوني محمي ولكن عملين ما هوش محمي بمختلف المظاهر اللي توا ذكرت المعدات مشايمة وإحنا وسائل الإعلام معنا بسرعة ما تحدث تعليم حادثة حادثة من الرقاب للصفيقس اللي جنوه جراء معناه إلى الولدان قسم الولدان وكأن الطفولة هذية ميش محمي ولكن في هذا حديث علاش أحنا نشوفه مش نعطيك رقم بخاطر كتقول روى الطفولة في خطر ثم منظومة أخرى اللي هي في خطر واللي هي خليت الطفولة في خطر لأن الطفل وين ما افترض موجود الطفل ما هوش محمي لأنه مش في المدرسة تعليم التعليم أحنا عنا الصحة مريضة والتعليم مريض إن شاء الله يكون وزير الطربي أو السادة المسؤولين مدير الدوان وغيرها إن شاء الله يكونوا في الاستماع باش نقولولهم راو اليوم لامبة الحمرة تشعل رانا ننتظروا كوارث في التعليم ورانا باش ننتظروا الأجيال القادمة كارثة باش ننتظروا باش نكون عنا في الأجيال القادمة راو مش تهويل احنا طبعا كأعلاميين رانا نهولوا نعم تحذير نهولوا وش معناها نهولوا ومعناها كي تبدأ مشكلة صغيرة نقولوا راية كبيرة للتحسيس ولكن أنا ما نش نهول في الحكاية وما نش نكبر فيها احنا اليوم في كارثة في التعليم نعيشوا في كارثة حقيقية اليوم ساكتين على التعليم ما هو انفجرة الصحة وعيكا سارت كوارث طبعا فيقو نهار من يوم من الأيام على بعث الأرقام مزار داخلية تقلب 80% من يعملوا في الانحراف المورطين في الجرائم هم شبه أطفل أطفل يجب أن يكون في المدرسة لكنه ليس في المدرسة لماذا ليس في المدرسة لأنه لدينا كل عام يخرجون 110 ألف تلميذ من مقاعد الدراسة ثم زاد غياب تأثير العائلة زاد الهنام لا 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 أوش نقول لك أنا لا أعوّل على العائلة مش نحكي على العائلة سيدي الأب سيدي هذي متهاون هذي أب سكي أي من خليه أولاده يطلعوا سكارا كيف هو يطلعوا مهملين كيف هو واجب الدولة إذا كانت حط قانون إلزامية التعليم هو الولي اللي ميقرش ولده في 16 سنة يتحط في الحبس يفترض لكن تعرف أنه في فترة معينة نعم سمحني يا فاتنا يوسف في فترة معينة تعرف في سن المراقة يعني صعيب أنك تتحكم فيه للإبنة متاعك يجي يقول لك 16 سنة أسمحني خليني نكمل نقطين والثلاثة قبلنا ذاك وأنا معاك في اللي تقول فيه صعبة وإلى خير وتضافر ودور العائلة مش كلام لكن أحنا كنت حدثه في التلفزة لن نوجه اللوم على العائلات فقط لأنه كما قلتك العائلات نجم جزء منها يتخلى عن مسؤوليته في تربية الطفل ويخرجنا الطفل الجانح وهو بيدو العائلات جزء منها تبقاها تبقاها ميالين إلى الانحراف والجنوح فمشكون عائلات عايشها معناها أباء متاع عائلات عايشين على الانحراف وعالجريمة وعايشين على البغاء وعايشين على المخدرات وعايشين على الاندرشنون بالنسبة لك الدولة مش قايمة بوجبها المجتمع سواء كان السياسي والمدني بالنسبة لك الدولة مش قايمة بوجبها هؤلوا المسؤولية وين المنظومة التربية متاعنا فاهم 110 ألاف انقطاع سنوي على الدراسة مفروض هذوم يكونوا موجودين في المدرسة ثنين المفروض تكون عندنا منظومة متاع تكوين مهني موجودة كما اللي كانت موجودة في السابق كما وقت اللي قريت آنا وقرأوا الأجيان اللي معانا في السبعينيات وفي نهاية الستينيات وحتى للثمانينيات وقتها كان كان ثمن مسلك كامل بتاعتكوين مهني وكان يقع تأطير التلاميذ وتعليمهم صناعة وإلى غري اليوم المنظومة هذه غايبة تماما اليوم المدرسة متاعنا لا هي تربي ولا هي تعلم كيف نعطيك آخر رقم أنه أبنائنا التلامذة التوانسة في مناظرة معناها متاع جودة القراءة في اللغات وفي العلوم كذلك قراءة العلوم معنا لدوني والوح هما العدد اللي تحسوا عليه سفر يعني تتحدث على انحدار المستوى لهنا الدراسي مش المدرسين اللي ما همش قاعدين قايمين بواجي بيته لا لا منظومة من نجل مش نحكيه على مدرس يحكيه على منظومة بأكملها اسمح لي بارك نختم لك حتى كان سمحني إذن اليوم إذا كان عنا برلمان في شل في سياغة مثلا قانون متاع رياض الأطفال وعنا وزارة إلى حد الآن تتحدثنا باستمرار في كل الحكومات على إصلاح التعليم وإصلاح التعليم مرينة منه حتى شيء لننتظر وأنه باش تكون عندنا طفولة جانحة لننتظر وأنه الطفولة اللي نساف مش تخرج لكذا ننتظر وأنه مجتمع الجزء منه الكبير باش يكون جانح باش يكون ميال إلى الجريمة وفي أحضان هذه الجريمة واضح يوسف ملاحظة صغيرة تعليق صغير وبعد بشي الأخبار المويد باش نكونوا معناها منصفين طوال الوزارة أطلقت معنتها حملة كاملة ويظهر لي متاع الفرصة الثانية هي أنك بعد ما خرجت من المكتب نجم ترجع ولكن ما فمش انسكريبسيون ما نجحتش تكوين مهني كيف كيف سهل ومعناها ثم تم إدماج يعني تقريبا لهم أكثر لحقيقة في السنتين اللي تعديوا فمزوز قوانين مهمين جدا وينجموا يعاونوا قطاع التعليم وقطاع الصحة في العاصمة وفي الجهات هو القانون اللولين قانون الأمان الاجتماعي والقانون الثاني قانون مسئولية الجماعية اللي هو ينجم يدخل معناتها فلوس للجهات باش تصلح المدارس وتصلح المستشفيات ولكن الغريب في الأمر أنه هزوز قوانين هزوما التولى عملوا لهم الأوامر ترتيبية متاحهم التولى هبتوا في الرايد الرسمي معناها ما زلوا مهمش مفاعلين اللي هزوما زوز قوانين معناها فيهم خلاص من هالمشاكل هذه الكل معناها بالحق دعوة للحكومة أنها تفعل يا أخوة القوانين هذه سيتعدات معناها على مجلس نواب برشة قوانين ما زلت يعني صدق عليهم مجلس نواب لكن تعدى في الرايد الرسمي ولكن لازم أمور ترتيبية والأوامر ترتيبية لازم رئيسة الحكومة هي التي تعدات خاصة معناها قانون المسئولية الجماعية اللي هو يدر عليك فلوس معناتها في الحين شو شو الأخبار آخر الأخبار ما يقلش غرابة على الأخبار اللي قدمناهم اليوم في العاصمة في تونس تحديدا في منطقة المغيرة ببنعروس تم سرقة بنك والطريقة يعني الهوليودي اللي تمت بها السرقة غريبة شوية تمكن المتورطون في سرقة بنك بالمنطقة الصناعية بجهة المغيرة من ولاية بنعروس ليلة أمس من أحداث ثقب في الحائط الخلفي للبنك مما مكنهم من دخول البنك ثم قاموا بقطع الأسلاك الخاصة بكاميرات المراقبة وجهاز الإنظار ثم أحدثوا ثقباء داخل خزانة حفظ الأموال يتمكن ومسرقة مبلغ مالي وفق والي بنعروس عبدالطيف الميسوي مصحك مصحك يعني بالحق غرابة الأحداث اللي قاعدة توقع والأفعال الإجرامية اللي قاعدة تصير يعني معنى وين ماشيين بالطريقة هذه الحقيقة فاتمة أنا أثر أنت به معنتها كلام الويلي معنى عطانا السردية بكل تسليم معنى قلرة فما معنى أرض بيضاء معنى أرض فارغة بجنب البنك وهالناس الذين اللي محددش حتى معنى عددهم يعرفش هما قدش تمكنوا من أنهم ينقبوا الحيط من غير ما تكون فما كاميرات مراقبة في الحي ودخلوا وقت اللي دخلوا للبنك وقت هما قصوا الخيوط بتاع كاميرات المراقبة الداخلية معنى أنت عندك بنك فيه أموال من عملة صعبة وفيه أكثر من 200 مليون ولكن في مكان غير مراقب كيف هذية معنى وغير محروس يعني وغير محروس وغير محروس وكيف فاتمة ما جيش البال لوالي أنه يكون فما شكون متواطئ معاه من داخل البنك منين عرف هما اللي النقبة هذية بيش دخلهم للخزنة مباشرة معناها هذية هو السؤال هذية هو المهم أكيد هو الأمن الأبحاث يقوم بالبحث لكن السيرق التونسي تطور كنا عنا سردية على السيرق أنه المسكين اللي ما عندو اللي يسرق معنتها بإليت بسيطة طريقة متطورة معناها متأكيد الطريقة مؤكدة أن فيها ربما تجديد ولا غيرها وحديثة وممكن عندهم ولكن نحن بعيدا عن الجانب العملياتي والبوليسي اللي ربما بيشتكشفها التحقيقات لاحقا بتأكيد نعرف مثل هذه الجرائم قد يقع الكشف عنها لأن معناها ربما يعرف وشكون يرتاد ذلك المكان باستمرار من مده وبتأكيد ثمها مراقبة ومعنا نعون على الفرق الأمنية متاع أنا أتلقى ذلك ولكن اللي يحيرنا باستمرار هو تنامي هذا السلوك الإجرامي تنامي هالروح متاع الاعتداء متاع الافتكاك متاع السرقة متاع العوالم اللي معناش قيم العمل مريناش الأمثة كثيرة ولو أنه محطين لأنه بلادنا فيها أمثة أيضا كثيرة الغالب إحنا في الإعلام ليس خبر عن الوقت اللي تتحدث على على رجل يعمل المواطن صالح يربي أبنائه ويذهب إلى ويعيش حياته العادية والطبيعية وقت اللي يمشي معنى للعمل المتاعه ويربي صغاره ويقوم بواجباته معنى اليومية هذا ليس خبرا بالتأكيد تطغى مثل هذه الأخبار ولكن صورة بلادنا صورة هذه الأعمال وهذا الإجرام اللي ينجم في كثير من الأحيان يطغى لأنه هذه الاستيلاءات على البنك ربما لو نعدوا الأحداث بش نلقوه في ظرف وجيز صارت معنى تقريبا في ظرف وجيز معنى أنا منكم في الفترات سابقة منكم نقعدوا عشرين سنوات ثلاثين سنوات ما نسمعوش بحدث من هذا القبيل الآن صار هذا ممكنا ويحدث كل شهرين ثلاثة سطوا على بنك دلال على تطور الجريمة دلال على تطور هذا الإجرام الصغير لنجم يولي جرام كبير معناها رويدا رويدا ويصبح في حجم عمل العصابات بتبيعة الحال هذا مؤسف ولكن يحتاج أيضا إلى إصلاح في مجتمعنا كما كنا نحكيه نصلحوا التعليم بتاعنا نصلحوا الصحة نصلحوا كذلك سوق الشغل من أجل أن يقع إدماج هذه الفئات داخل المجتمع راه هذه الفئات مستعدة باستمرار على أن تعيش على السرقة وتعيش على المخدرات وتعيش على النهب وتعيش على البركاش إذا ما قعش إدماجها في الدورة الاقتصادية باش تبقى دائما تشكل خطر على المجتمع تشكل خطر على القيم الموجودة داخل المجتمع من استغربوش كيف راو هذه الأمراض الاجتماعية هي ناتجة على عدم إدماج هؤلاء في سوق الشغل واضح يوسف احنا بش نمر الحدث صارت جدل في الأسبوع هذا كلمة رئيس الجمهورية اللي برشة ناس وبرشة سياسيين شافوا أنها رسائل رسائل مشفرة لحكومة يوسف الشاهد وأيضا لحركة النهضة ثم النقد يعني ضمني للحكومة وأيضا نقد مباشر النجم نقوله لحركة النهضة شنو تعليقك خليني نبدأ بيك شايمة والله يش بش نقول لك معناها تكلمنا فيه الخطاب والرسائل اللي تبعثت وكل شي لكن معنتها بعد عودت سمعته وقعت معنتها نشوف الخيراء أمتعك الأهم حاجة أنه خطاب عاطفي بامتياز معنتها لم يكن خطاب عقليني بدليل أنه احتويه معنته على عديد من التناقضات هو في حين لين التناقضات مثلا هو لم على رئيس الحكومة وحمله مسؤولية الفشل لغيرها ولكن في زلة لسان أو أنها هو رجاء قال من صب يرجع لنا شاهد مش شاهد العقل يعني هو خطاب عاطفي الرئيس معنى في وضعية مهيش مريحة هو يقول لي هو ما عادش عنده صلاحيات ولا ما عنده صلاحيات ملو لأنه عندما ترشح معنتها لرئيسة كان يعرف رئيس الدولة صلاحياته محدودة وعنده كان معنتها اختصاصات الخارجية والأمن هذا كل كان يعرف ولكن تصوره هو للسلطة كان تصور هرمي معنى قديم كأنه سلطة كلها عند شخص واحد يعني هو أيضا رئيس ذكر أنه عندها إجراء التحويرات الوزارية يعني رئيس الحكومة ما يتشاوش معه مش ما يتشاوش معه هذا طبق الفصل 71 اللي هو يقول يعلم مش يستشير ولا لازم موافقة رئيس الجمهورية هنا في قراءة للدستور عليش على خاطر تسهلوا معاه رئيس الجمهورية هل يتخلى هنا عن مسؤوليته يعني معنتها إذا كان ثم فشل عن المستوى الاقتصادي وإلا سياسي هل هو حاب يقول يعني من تحمل شيئنا المسؤولية هذا هو هذا اللي سعر هو معنى رمى بالمسؤولية كاملة على الحكومة الحالية وعلى كل من سندها في حين أنه ساهم في هذه الحكومة وغيرها من الحكومات سواء كان بالتعيين أو عبر حزبه معنى حزب النداء لهو وتفيد أيضا في الكلمة رئيس الجمهورية أنه يتحدث على حزب نداء تونس طبعا من جمشي ورد تروح ويتحدث على الحزب اللي هو بقي عنده الأمل أنه هو يكون معاه ويسنده وربما يرشحه لكن الحزب ذي خلاص معنى حتى المؤتمر بش يكون ببضعة مئات معنتها أو بضعة أفراد معادش هذا الحزب الحامل اللي هو ينجم يرشح بتقريبا مزيل سبعة شهور تعليقك على خطاب رئيس الجمهورية بي ممكن بالنسبة للنقاط اللي تحدث فيها رئيس الجمهورية باش نرجع على المبيع أجل لأنه متحدث من نسكل تقريبا وصحافة سواء كان الوطنية ولا حتى الدولية تحدثت عن هذا الخطاب وعن النقاط التي ذكرها ولكن شنو لمقالوش البجي قيد سبسي شنو لم يحدثش عليه أولا في هذا الخطاب لم يقل لنا إذا كان ما سيترشح للرئاسة أم لا ترك كعادته الباب مواربا وتونسا في 20 مارس 2019 كانوا يطالبون بخطاب مخصوص يستجيب للحظة معينة اللي هي 20 مارس 2019 خطاب البجي قيد سبسي هو بالتأكيد خطاب مهم لرجل يعرف رجل مفوه يعرف يتكلم يخطب جيدا يستحضر الأمثلات يحت معناها ويستحضر كذلك الشعر ويستحضر أشياء كثيرة مهمة في مجال البلاغة والخطاب السياسي ولكن ما تحدثش على هذه النقطة كذلك داخل الكواليس يقال وأنه قدم وعودا إلى مجموعة لمشمل التي انتلقت من داخل نداية تونس قدم لها وعودا على أساس وأنه ربما قد يجدوا نوعا من المدخل السياسي لحل مسألة النداء طبعا هو ليس مطلوبا منه نهار عشرين مارس أن يتحدث عن نداء تونس لأنه هذا أمر حزبي ووضع حزبي مش ممكن مش يتحدث عن نداء تونس نهار عيد الاستقلال وهو رجل دولة يمثل كل تونسيين ولكن كان بمقدوره كما انتظره معناه جماعة لمشمل كان بمقدوره أن يجد مدخلا سياسيا ومدخلا خاصا به على اعتباره أنه رئيس الجمهورية تلاحقه تومة تكوين عائلة سياسية عائلة أولوغرشية عائلة وضع بموجبها ابنه ونجله على رأس الحزب السياسي الأهم في البلاد والذي فازه بانتخابات 2014 كان بمقدوره لكن رئيس الجمهورية دائما يتحدث أنه يعني حافظ قيد سبسي كيف وكيف جل السياسي اللي موجودين اللي يوم في البيت لا هو لا نشوف يعني الناس كل تعرف وأنه الشقوق وما جرى في نيدا تونس بسبب نجل رئيس الجمهورية حافظ قيد سبسي ويعتبروه المشكلة الأساسية وهناك وعود معناها طلقها هؤلاء من البجي قيد سبسي وأطلقها هؤلاء بإمكانية عودتهم إلى نيدا تونس لم يشامل كما تقول ذلك العبارة عودتهم من جديد إلى حضيرة هذا الحزب إذا ما استبعد أبعد البجي قيد سبسي ابنه عن المشهد في إطار دفاعه عن نفسه كرجل دولة لأنه رجل الدولة برقيبة والبجي قيد سبسي يتشبه دائما ببرقيبة ولكن برقيبة فترة من الفترات حينما أصبح محرجا في علاقة برقيبة جينيور أبعده و رفضه حتى أن ينخرط ربما في بعض الأشياء النقطة الثانية التي كان أيضا يمكن أن يتحدث فيها رئيس الجمهورية ولم يتحدث فيها هي قضية الجهاز السري التي تحدث فيها مرارا قبل عيد الاستقلال ولكنه استنكف عن ذلك في عيد الاستقلال لأسباب سياسية قد نأتي عليها ولكن لنقول أن ما تم تسجيله في هذا الخطاب هو أن البجي قيد سبسي لخصة بالكلمة التي قالها لا توجد صدقات دائمة كما لا توجد عدوات دائمة لخصة مصالحة مع شخصيني واضح الفكرة يوسف لا ما زلت مش بوضع خارجية فاطمة لأني ما قلتاش أصلا أما إذا كان عندك مشكلة متاع وقت هو ثم مشكلة متاع وقت لكن نكمله الجزء هذية بش نمر ونبقاه في سي هو في الجملة هذه باستعمال الجملة أراد أن يسترجع يوسف الشهد من ناحية كرأس ثاني لسلطة التنفيذية وأن يحكم بالتشارك مع رئيس الجمهورية وأن يعيد الاعتبار لذاته هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية هي التوافق مع حركة ناذا وباعتبار وأنه قد سبق وأنصرح بأنه لا يوجد أي توافق مع حركة ناذا وأن دا تونس يوميا يقول أنه لن يوجد أي توافق مع حركة ناذا ونحن في قطعة هو أعادة التوافق من جديد وقال لا توجد صدقات دائمة وعدوة دائمة وهو لا يقصد فقط يوسف الشهد يقصده كذلك حركة ناذا واضح يوسف باش نقعد في السياسة لكن باش نمر يعني الاخبار الخريني اللي متعلق أيضا بالخلاف اللي وقاع داخل الجبهة الشعبية حول المرشح الرئاسي للجبهة تعليقك شايم نافتح بترجع الموضوع لي فقط كان عندي ملحظة صغيرة معناها باش نكمل كيف ما قال سيوسف معناها كان الرئيس النجم يستثمر في رأس ميله الرمزي خاطر هو معناها كان فما محطات كان فيها معناها هو القائد هو اللي كان عنده مواقق جد إيجابية وكان ينجم معناتها يستثمر في هذا الرأس الميل ويخرج معناتها بحلول عديدة للي نحن فيه دون أن يصطف في مناسبات معناتها وطنية هذا هو رأيي متاعك شايمة احنا باش نتحط هذا على خلاف الواقع داخل الجبهة الشعبية حول المرشح الرئاسي للجبهة ما بين حمال همامي وما بين أيضا منجي الرحوي يظه اللي تم الفصل يعني في المرشح أعلنت الجبهة الشعبية في بلاغ أصدارته في ساعة متأخرة من ليلة أمسة الثلاثاء عن ترشيح الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمال همامي لانتخابات الرئاسية لسنة 2019 لكن الوطنيون الديمقراطيون هما ما صحوش على هذية وهما معنتها كأنهم طيار إسلاحي داخل الجبهة عادي الخلافة داخل الجبهة عادي أنا بالنسبة لين الليينة معناها عادي ووجه من وجه الأوجه الديمقراطية وحتى معنتها وجهة أنه يترشح منجي الرحوي ووجهة التجديد ووجهة معناها أنه الديمقراطية من الداخل بالنسبة لين معناها عادي جدا ونتصور أنها الجبهة الشعبية بيش تخرج من المأزق هذية خاطر موش جديد الحوار هذية معناها بناتها الأقطاب هذية موش جديد لكن الجديد والأوروبا المعطل الخلفي وراء هذا هو حزب آخر تونس أولا اللي هو فيه زوجة شهيد شكري بالعيد وعائل شكري بالعيد وصي عبيد البريكي وعديد من معناتها الوجوه اليسارية هذة هو اللي بيش يكون معناتها المعادلة الصعبة اللي هو يفتك ربما يسردية الجبهة الشهيد وكل ما ما يحمله معناتها من رمزية من رمزية ومن غيرها من شخصية أيضا وأيضا من رأس مالنزالي ربما بيش يوجه بيش يستعاملوا الانتخابات المقبلة حبيد النسر يعني عادي نشوفه انشقاقات داخل الجبهة الشعبية كما شفنا انشقاقات داخل أحزاب أخرى بالنسبة لي هو ما صارش انشقاق داخل الجبهة الشعبية هو صار نوع من الخلاف حول آلية الترشيط يعني نجم نشوفه يعني انشقاقات مش لا هو الانشقاق طبيعي في أي جبهة أو حتى حزب يعني نجم يحصل الانشقاق ولكن أظن أنه هذا الخلاف لم يتطور إلى مستوى انشقاق أنا سمعت بالأمس أو أول أمس أيمن العلوي يتحدث واستمعت إلى معناه إلى شاب الناضج يتكلم باسم الوطنيين الديمقراطيين وفي حفاظ على وحدة الجبهة الشعبية وكذلك دعوة إلى تجاوز هذه الاشكالية حتى وإن كانت خلافية لأنه في نهاية الأمر أنا اعتقادي وأنه شهيد شكر بالعيد لما كان معناها سعى إلى تأسيس هذه الجبهة الشعبية بمعيد دعوة مع آخرين ومنها محمد همامي طبعا كان بالأساس يهدف إلى لم شمل اليسار ولا يمكن للانتخابات الرئاسية مهما كانت يعني أهميتها أن تفرق داخل الجبه ولا يجب أن تكون كذلك لأنه في نهاية الأمر أنا منظنش أنه هو السراع كان هو من أجل الكراسي لأنه كرسي الرئاسة هو ربعي ستلعت الرأي تقول أن الأمر يتعلق بسبع بالمئة مثلا باش يحصل عليه حمل أمامي واي لا ترشحه لتجعله في الكوكبة لولا نعم ولكن ما هواش بضمان فوزه في هذه الانتخابات أو ضمان بوصوله لدورة ثانية وبالتالي المعركة هي سياسية الأكثر على الأقل من سيمثل الجبة في معركة سياسية قدر الأحزاب المجتمعة قدرت أنه قد يكون حمل أمامي أقرب لتمثيل موقف الجبة على اعتبار وأنها في الحقيقة مختلفة لأنها تضم ناصريين تضم بعثيين تضم قوميين تضم أطراف متنافرة معناها ذات مرجعية إيديولوجية ربما مختلفة إلى حدا ما وبعضها شيوع وبعضها يساري كما قلت بعضها كذا رأوا أنه يمكن أن يكون حمل أمامي هو الأقرب للتعبير على موقف مختلف هذه الأطراف هذا لا يمنع من أنه منجر رحوي أن يكون له طموح معناها طبعا الاختلاف الوحيد هو في الألية ولكن طبعا منجر رحوي شاب معناها ولديه أيضا موقف ولديه طموح وهذا مشروع واضح يوسف شكرا لك احنا بشمشيوا للاقتصاد نتحدثوا اليوم في موضوع مهم في الحصة نعنوا عليه بعد الأخبار الاقتصادية شكرا للمشاهدة